اشتركوا في القناة يعني بنائة والله يا ربنا خليك طبعا انا بسعدني انا وجد ما احردتك طبعا وفقرة بتسعدي جدا وانا كمان بستنها الحمد لله ربعمين وكل حبيبنا باسماء وانا طبعا بشكر حليك على التهنئة وهو صراحة ده يعني تكليف اكتر منه تشريف ان انت محتاج تبذل اكتر علشان يبقى لك دور ويبقى لك تأثير ان شاء الله طب كلمنا ان لما يعني دعية شاب زي حضرتك بتتكرم اكيد بتحس بالمسئولية اكتر والله هو طبعا انا اول ما جالي يعني حد يكلمني وقال لي القصة دي فانا كنت يعني انبسطت جدا جدا وحمدت ربنا قوي وقلت يعني الحمد لله ربنا صحنا وتعالى انا دايما عندي اية كده بحطة قدام عيني على طول قال الله عز وجل وما كان ربك انا سيا فاي تعب اي مجهود اي صعوبات قبلتك حتى اي تحديات كبيرة او حتى اي حد بيحاول اعطلك فانت بتستعن بالله وبتكتهت في رسالتك وبتكتهت في حياتك وبتكتهت في مسيرتك فلما بيجي حاجة زي كده بتبقى يعني اضافة حلوة وفي نفس الوقت بيبقى مجهود انت بتحس بتعموه ومكافئة حلوة وفي نفس الوقت بتحس بعدها ان الموضوع يعني انت كنت شغاله خلاص يعني وبتعمل حاجات وليت برامل انما دلوقتي لا انت اصبحت مرصود جدا جدا فانت ركز اكتر ولو انت بتبذل مجهود قدي كده لا ابذل مجهود مرة ونص مرتين علشان المسؤولية اصبحت حمل كبير جدا جدا ويمكن من ضمن الحاجات اللي جات في ذهني جدا كمان على موضوع الجايزة لما فكرت الفقرة بتاعت يوم السبت ان احنا يعني كل حلقة بنحاول نحط موضوع بيقجع الناس او بيلمس الناس يعني احتياج واصبحنا بناء يعني من الحلقات اللي فاتت كان موضوع الظرف جدا ان احنا من خلال المكالمات والمشاركات بنعمل الحلقة اللي بعدها علشان يبقى نبض الناس ونبض الجمهور الجميل اللي بيسمعنا هو الواقع اللي احنا بتكلم فيه لان انا ما بحبش الكلام اللي هو سطحي او الكلام حد حافظ حاجة فهو طالع يسمعها وده اللي احنا بنعاني منه او ان هو بيتكلم بشكل كل مشاعره بس وما فيش فكرة يدهالي او الحاجة التالتة انه بيتكلم في مواضيع هو مجهزة وخلاص فمفيش مش عايزين نقرأ تاني مش عايزين نبض المجهود كمان مش عايزين نتعب ونعمل سرش معين او ريسرش معين لا احنا حلو اوي كده المعلومتين موجودين فاحنا هنروح كل مكان نقلبهم تاني وبعدين نقولهم لا طبعا ده مرهود طب مناسبة مولد النبي عليه الصلاة والسلام ازاي نحب النبي وازاي نخلي النبي يشفى عالنا صلى الله عليه وسلم هو الحياة السؤال بيوجع يعني داخل كده على طول هو طبعا اجمل حاجة في الدنيا دي كلها بصعوباتها اللي احنا بنعاني منها اللي بتلقات ممكن اصعار اللي بقت غالية حاجات كتير اصعب حاجة احنا بنعاني منها العيشة والناس والظروف بس كلما اما نحط النبي صلى الله عليه وسلم قدام عينينا بنبدأ نفكر تاني ياه احنا انت تعبان جدا في الدنيا فمش قادر بقى وعايزة سيب الدنيا وهاجر ولا اموت ولا فتروح بقصص على حياة النبي صلى الله عليه وسلم تلاقي النموذج بتاع الانسان المطهد اللي عنده رسالة اللي تعبان اللي بيهجموه اللي بيفتروا عليه بالجنون وبالكذب فانت تروح اليه طب خليك مقدب بقى ايه اللي انت بتقوله ده ليه انت لقيت قدوة نموذج ماشي معاك تبص على البيت والأسرة تلاقي الأب وتلاقي الزوج وتلاقي فانت تقول ليه انا بعمله ده ده منظر تبص مثلا على صراعات الحياة والناس متخنقى وانت ده شدد منك وحاجة وانت بخنقوا منه وانت تقول شوف النبي وتسامحه معاك اذهبوا فانت مطلقاء وحاجات كتير جدا فتقعد دايما كل شيء تروح بصص على مرجع فتروح بصص عليه النبي قدوة فانت تروح يا بص عمل ايه وانا تلاقي انت جابهم فيش خالص تقول يا وكمان هيشفع علينا يعني كمان بعد اللي انا بعمله ده مطلوب مني ان انا حبه واعمل زيه وهيشفع علينا وربنا سبحانه وتعالى حيدين اعذرنا كمان علشان كده عشان نحب النبي صلى الله عليه وسلم وانا نال شفعته هنقول مثلا خمس حاجات عشان يبقوا بساط نركز فيهم علشان نحبه صلى الله عليه وسلم اول حاجة لازم نقرأ عن قصص الصحابة اللي بيحبوا النبي عملوها ازاي يعني ليه بقى انا كلام مقرأ يعني حد رح لديك مثال هو بعيد شوية مثلا فكرة الدراما مثلا المسلسل الاجتماعي مثلا البخيل وانا ولا بتلاقي حطي لك صورة البخل فانت شفت قدامك نموذج فانت بتحاول ما تبقاش مع ولادك كده بس تبقى مع ولادك النموذج التاني ده هي دي الفكرة فانت لما نسمع قصص واحنا بطبيعتنا القرآن تلاتة ربع قصص وربنا خلقنا بنحب ده فلما نسمع قصص حب الصحابة للنبي صلى الله عليه وسلم بتلاقينا انا فين من دول يعني انا عايز من ده يعني مثلا في مثلا قصة وجميلة جدا جدا عشان ناخد منها جملة الجملة دي حنبروزها في لبنة يعني حد اسمه ثابت البناني ثابت البناني يسأل ممكن تغريبة شوية ثابت معروف البناني ده اسمه كده ثابت البناني ما كانش صحابي يعني ما شافش النبي بعميه هو عاش في زمنه في بلد تاني فعشان يبقى صحابي لازم يشوف النبي او يكلمه او يبقى معاه فهو كان في بلد تاني ما شافوش فبناء لعلماء الحديث قال لك ان ده تابعي لانه لم يرى النبي صلى الله عليه وسلم او يحدث ثابت البناني تجوز بنت سيدنا انس ابن مالك سيدنا انس ابن مالك خدم النبي عشر سنين من هو عنده عشر سنين خدم النبي الحد ما بقى عنده عشرين سنة والنبي مات 11 هجرية فكان انس عنده عشرين سنة حتى انس قال كلمة مشهورة قال ان طول الوقت ده عمره ما النبي قال لي اوف انقط عمره ما اداء مني ولا قال لي كلمة اتزعلني وهو الخدم بتوعني معاه على طول صلى الله عليه وسلم فثابت اتجوز بنت سيدنا انس سيدنا انس هو قاعد مرة مع ثابت البناني فثابت البناني بيقول له يا انس أرأيت رسول الله طبعا ده خدمه طبعا السؤال هو عايزه أقول بقى أقول بقى أقول فقال فبكى انس يا سمعي رأيت رسول الله ما هو كان نبي مات بقى صلى الله عليه وسلم فبكى قال رأيته وخدمته ورح ايجل جملتين حريرا ولا دباجا الدباج اعلى انواع الحرير اعلى انواع القماش غلوا في العالم والنعومة بتاعته ما مساسته دباجا ولا حريرا أليا من كف رسول الله يا سلام صلى الله عليه وسلم فعايزه أقول لكل اللي بيحبوا النبي انت مشتقت لللمسة الكف ده هتسلم عليه هو ده الإحساس طيب معلش نستأذننا بنسل عفصل صغير ونرجع تاك طيب بس ورجع لداني مع الدعيات شاب شريف شا حدا تفضل بقى كامل اه نكمل عني بقى نقول دي صليتي دي اه اللي بي لك جدا فسيدنا أنس لما قال كده قال وما مساسته حريرا ولا دباجا أليا من كف رسول الله صلى الله عليه وسلم فنعز أقول الصحابة كانوا بالحس ده بالجمال ده مش يونهم جمدين ودائما كل الكلام بتاع الأفلام اللي هو يوصل لك سكلتك أمك ووائحك فالحاجات دي ما كانواش بيعملوا كده صحابة كانوا جمال ولطاف وكانوا أقرب الناس لربنا سبحانه وتعالى فكانوا عندهم رقة في القلب والمعاملة فسيدنا ثابت لما سامع الكلام ده بكى فرح سأله نفس السؤال قال يا أنس أرأيت النبي فبكى أنس مردش طب ثابت عايز يقول إيه بقى هيقول جملة هنكتبها عشان نخزنها عندنا ونزيلها على الفيسبوك فبيقول إيه بيقول له يا أنس أعطيني عينيك التي رأيت بيهما رسول الله أقبلهما هتلي عينك اللي شافت النبي أبوسهم لأنه كان نفسه يشوف النبي صلى الله عليه وسلم وفخر الحالة ممكن هو الوصفة كده الناس تشوف بقى النبي صلى الله عليه وسلم فعايز أشوفه سيدنا أنس بعد كده بيقولي بقى يعني سيدنا أنس مات في بعض الروايات في تسعين سنة وفي قبله مئة وعشرين سنة حنفترض أن مئة وعشرين سنة يعني عاش بعد الزمن النبي ما مات صلى الله عليه وسلم مئة سنة بيقولي سيدنا أنس بيقول مام الليلة منذ مات النبي يعني مئة سنة ما من ليلة منذ ماتا النبي إلا وأرى فيها بنفس النص إلا وأرى فيها حبيبي في المنام يا سلام مفيش ليلة أنامها منذ ماتا النبي صلى الله عليه وسلم إلا وشوف في المنام إحنا بقى كم مره شفناه إذن ده جاي منين جاي من النعب أحبه فبعمل زيه عشان كده أول حاجة اقرف القصص الجميلة دي شان تقرب وتحس بالحلاوة دي تحس بالحب ده والصدق ده فدي أول حاجة الحاجة التانية نحن نسمع كلام النبي صلى الله عليه وسلم يعني النبي صلى الله عليه وسلم بيقول وفي آيات من القرآن كنت أطيعوا الله وأطيعوا الرسول النبي صلى الله عليه وسلم بيقول كل أمات يدخلون الجنة إلا من أبى كل الأمة دي تدخل الجنة إلا من أبى فالصحابة تخضوا من كلمة إلا من أبى مش عايز أكون من دول فقال ومن يأبى يا رسول الله قال من أطاعني دخل الجنة ومن عصاني فقد أبى النبي صلى الله عليه وسلم بيقول نعمل كذا نعمل كذا احنا مشكلتنا كمان في نقطة مش كل حاجة في الدين لازم نديلها مبرر يعني مثلا في ناس تقول لك صلي علشان الصلاة ليها عشر فويد على الجسم والمفاصل انا هصلي عشان ربنا قال لي الاول وبعد كده كل اللي ربنا قاله هيطلع فيه حاجات حلوة فبعد كده هبقى صلي عشان المفاصل والعقل والمغناطيس بعدين انا هصوم اولا عشان اسمع كلام ربنا وبعدين الفويد الصحية للصيام والنفسية انما في الاصل انا بعبد ربنا فالنبي صلى الله عليه وسلم احنا عايزين كده نفكر مع بعض كل حبيبنا اللي بسمعونا ايه الحاجات اللي جات في الدين النبي امرنا بيها صلى الله عليه وسلم والاسلام امرنا بيها مش عافين نعملها او صعبة جدا او مستحيرة ده حتى الحج قال لك لو صعبة عليك هو روكنا هو ونقل كان الاسلام قال لك لي من استطاع اليه سبيلا خلاص مش هتقدر خلاص ما تعملش في الحج نفسه النبي صلى الله عليه وسلم والصحابة كان في بعض الصحابة مثلا المريض او عنده عذر فيقول له صورة مش هقدر اعمل كذا يقول له فعل ولا حرج يعني خلي دي بعد كده مش دلوقتي بدأ من انت تعبان عندك عذر اذا احنا حتى في الصلاة نفسها انا مش قادر وتعبان ومرهق وعندي عذر صلي وانت نايم لدرجة انت تصلي بعينيك يعني انت تبقى قاعد مش نايم كده وعندك عذر بتصلي بعينك بتبقى في الطيارة بتصلي وانت في الطيارة قاعد ما كانك بتصلي وزيب انت لا اذا ان احنا نطيع النبي صلى الله عليه وسلم ونسمع كلام ربنا امر ميسور جدا بس مشكلتنا فين ان احنا مدين ودلنا اكتر اللي بيشككنا في الدين او الشيطان او هوى النفس فواكل دماغنا يعني في موقف مثلا ادي مثالين موقف مثلا واحد دايقك تسكت له شخصيتك كان يسمع بتاعتك البرستيج رض عليه في حين انا لو انا حسبتها الناحية التانية طبع لما رض عليه انا قللت من امتي اصلا فاللو اقل عليه كان كد يعني هون دا اطرعش برتيج اصلا دا انا وقعت انا شكلي بقى وحش حتى بعد اقول لك انا ليه حملت كده انا عمر ما كنت مش عارف ايه فعشان كده اول حاجة ان احنا نسمع قصص جميلة ونقرأ في سيرة النبي صلى الله عليه وسلم الحاجة التانية ان احنا نسمع الكلام نصلي ونصوم ونشوف النبي بعمل ونحاول نعمله والاخلاق هنا احنا في كل حال ناخذ مثلا معنا فاخلاق معينة ونحاول نعملها نشوف النبي بنعقائنا ازاي ونحن نعملها ازاي الحاجة التالتة قطرة الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم دي بقى في منتهى الأهمية يعني انا هفجئكم حاجة النبي قالها صلى الله عليه وسلم بيقول ما الناس يا الصلاة عليه فقد خطأ طريق الجنة انت ناس تصلى عليه هتدخل ازاي ويجي ابن أسهل ما يمكن طبعا طب ناخد التليفون ده بعد إذن حضرتك معنا فاطمة ألو ألو أي يا فاطمة أيوة يا حبيبتي أستاذ هالك ازايك حبيبتي عاملة إيه تمام الحمد أتوار حبيبتي الحمد لله تمام على فكرة اللي بيسكي هو الله العظيم ربنا يسعيدك ويكرمك يا رب فضل يا أستاذ الشريف مع حضرتك لو عايزة تسألي في حاجة حاضة فضل يا كيف عليكم عليكم السلام ورحمة الله وبركاته حضرتك عن ويجي عايزة أقول لها كان معي ورا كنت مات فيها فترة من إهماس ما يعني هو التليفون بيعطع يا جماعة التليفون بيعطع ألو حايتك ممكن تبشي بالتليفون بس في حتة عشان ما يقطعش حا بعد إذنك سامعاني دلوقتي أيوة حاضرتك أنا أحضرتك الشيخ لكن أخذتك ويراه لا لا معلش مش حاولت تسلي بنا تانية فاطمة سامعين آه آه هي من هنا بس لا تروح بالتليفون في حتة تانية كده إن شاء الله الحاجة التالتة كانت إن إحنا نكثر من الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم قلنا النبي حذر إن إحنا ما نسي الصلاة عليه فقط خطأ طريق الجنة لأن هروح مع النبي صلى الله عليه وسلم الجنة هتفتح ليه آه باب الجنة هيفتح من أنت فيقول محمد فيقول أمرته هن ألا أفتح إلا لك يعني لازم أنت أن أتبت بأول واحد فبالتالي عشان يكون معاه النبي يقول لك اللي هينسى يصلى علي أصلا هي ببساطة اللي هينسى يصلى على النبي قال له موile إحنا نعمل ليه في اليوم ده أفسط حاجة يعني نصلى صلى الله عليه وسلم إن شاء ما نبقاش بوخ لك كمان ده إحنا وإحنا بنسوق إحنا بنسوق طبعا لو مسكن السبح وعمالين ولو حتى الأبلكاكشن اللي هو موجود على الموبايل اللي هو كل شيء يقول لك صلى على النبي بشعالها حاجة إتحيلوة بتذكر فالصالة على النبي كتير صلى الله عليه وسلم هنقول حادثين في الصالة على النبي صلى الله عليه وسلم أول حديث والإسناد حسن يقول النبي صلى الله عليه وسلم من صلى علي حين يصبح عشرا وحين يمسي عشرا أدركته شفاعاته يوم القيامة أظنني دي سهل خاصة يعني عشر مرات كده نصلى على النبي صلى الله عليه وسلم وبالصيغة اللي انت عوزها يعني كل صيغة تحب تصلي بها على النبي صلي بها على النبي صلى الله عليه وسلم عشر مرات طبعا العلماء بيفضلوا الصيغة الإبراهيمية اللي هي نص التشاهد الأخير فماشي تمام وانت بتصلي على النبي صلى على آل البيت الله صلى الله عليه وسلم محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا وهكذا فقطرة الصلاة على النبي تجيب الشفاعة النبي صلى الله عليه وسلم بيحببنا أكتر كمان في الصلاة على النبي لما جاله حد بيقول لرسول الله أنا عندي هم كبير ومددايئ فعمل ايه؟ يعني أنا أنا بدعي وأنا بذكر ربنا يعني بصلي مثلا أنا بدعي مئة دعاء فأنا بخلي خمسة وعشرين منهم ربعهم مثلا أصلى عليك فأيكون لك الربع قال إن زدت فهو لك قال الثلث طب أصلى عليك تلتل قال النصف قال إن زدت فهو لك قال أجعل لك دعائي كله يعني طول الوقت أعد أصلى على النبي صلى الله عليه وسلم فالنبي بشره قال له ايه؟ قال له إذن يكفى همك ويغفر ذنبك حلوة أوي دي بقى؟ طبعا يكفى همك ويغفر ذنبك صلى على النبي بالنية دي كمان الشفاعة وبنية إنه يكفر الذنب وإنه يغفر الذنب وإنه يبعد عنك الهم والنكد والإحباط حتيبقى دافع طبعا سأذنك ناخد تليفون أبو عمر يا مجد أبو عمر من مينيا من المينيا والله برنامج جميل لك يا مدام هالا والدعاية الإسلامية يتليفش حياتها والله ربنا يخليك شكرا يا باب شكرا أمورنا والله حتى اتشامت الجميلة على الشاشة يعني من أولا من أولا الله يخليك على دماغي ربنا يعزك الله يخليك تقبل الله يا رب كيف نحتفل بالمولد النبي والشريف كيف نحتفل بالمولد النبي والشريف طيب أجاوبك حالي صلى الله عليه وسلم شكرا يا باب أصد في بعض الناس كتير قوي منهم يعني من مدعين الإسلام يعني يقولك لا ده بيدعا والحلاوة بيدعا هو احنا علشان نخرج من يعني احنا يعني حتى في أكثر المذاهب حتى الشافعية يقولك الخروج من الخلاف مستحب يعني احنا مش فاضين ريح دماغي اه مش فاضين فأنا عايز أقول لأبو عمر وكل اللي بيحبوا النبي الناس بتحب النبي هو أنا لما صلى عن نبي كل يوم أنا أولا مش مستنى ييجي 12 ربيع عشانا أصلا يعني لا طبعا بس هي حاجة يعني بزاقة زي مثلا ما بنقول يوم الأم أو عيد الأم أو هي مش عيد بمعنى نحنا بنحتفل بها عقيدة وجاءة لا هي هي زاقة لكل واحد مقصر يعني خلي بالك من ممطق فالنبي صلى الله عليه وسلم حتى فكرة الحلاوة بتاع المولد المصريين يمكن الأصل في وجود الموضوع كان عند المصريين لهم عندهم المناسبات بيعبروا عنها بالأكل أيها ففكرة حلاوة المولد والحاجات دي طب النهاردة حدي مثال عشان بقول حلاوة المولد حرام والحاجات دي طفل إنت بتديله حصان ولا عروسة ولا بابا ده بتاع إيه ولا حبيب دع ذكرى أن النبي صلى الله عليه وسلم اتولد في اليوم ده يقول لي يا بجد أقوله ده النبي بقى بنحبه فأنا حلمته حاجة أيها حلمنا حاجة فإحنا مش بنقول نعيد لا الناس مش فهمها كده إحنا عشان كده إحنا أصلا أصلا يعني إحنا كأمة النبي صلى الله عليه وسلم إحنا يبقى وحشين قوي لو جاي نحتفل بالنبي في يوم إحنا عندنا أعظم أعظم إنسان خلق أساسا فيوم مين ده إحنا مش هينكفينا طول العمر نقعد نحتفل النبي موجود أصلا النبي جالنا وإن إحنا من أمته وإحنا سعداء به صلى الله عليه وسلم هنصلى عليه وحنسمع كلامه وعايز أقول ده تحدي بيننا وبين بعض يعني خلينا نعمل تحدي من السنة دي من الذكرى دي والسنة الجاية عايزين نشوف السنة الجاية إحنا أقربنا من نبي كم خطو وبعنا الشيطان كم مرة واتحكنا على الناس اللي عايزت خلينا نعصر بنا كم مرة إذن ده يثبت إحنا هنعمل حاجة إحنا بين أمة النبي بجد صلى الله عليه وسلم فعشين كده أبو عمر ده إحنا بقول إزاي نحب النبي إزاي نحب كل ده معنا هنصلى عليه كتير هنسمع كلامه هنعمله يعني أنا هقول حاجة جميلة جدا ودي رقم أربعة أنا تحطيت في موقف أعمل اللي أنا عاوزه ولا اللي النبي قال عليه مقارنة طيب سيدنا عبدالله ابن رواحة صحابي جميل جدا فسيدنا عبدالله ابن رواحة جاي من بره المدينة المنورة في الصحراء والنبي قاعد في المسجد صلى الله عليه وسلم وقت الضهر بيتكلم مع الصحابة فقال اجلسوا ومين اللي جاي عبدالله ابن رواحة في الصحراء راح قاعد ده الشمس مكانه مكانه والجو قاعد فبعد ما النبي خلص كنامه صلى الله عليه وسلم فعبدالله ابن رواحة رجع راح المسجد فالنبي ربنا أوحى ليه ان ده حصل فانداله حديث البخاري مسلم فانداله تعالى يا ابن رواحة ما حملك على ما صنعت انت انت عاد في الصحراء ليه في الشمس دي والجو ده وكلام مش ليك قاعدت ليه ده بقى لغة المحبين اللي بتتحول لتطبيق مش مش احنا بنقول لحبيبك يمدغلك الزلط والصحي كده طب اللي بحب النبي بقى صلى الله عليه وسلم فقال له ما حملك على ما صنعت قال كلمة برواز قال ما استطعتو انت سمع اذني منك كلمة واحدة ولا انفذها ما بنعرفش نعلق بعد الجملة دي ما بنعرفش نعلق فالنبي طمنه وطمن كل اللي هيعمل كده قال زادك الله وحرصا على طوعية الله وطوعية رسول الله صلى الله عليه وسلم ما عرفش مش هتعدي مش هينفع طب احنا كم مرة في اليوم ان نبقلن على الحاجات واحنا ممكن نعديها طب احنا زي ما احنا بنحسب نفسنا على الفلوس وهنجيب بايه وهنعمل ايه والطعال هنحط دقن كده نسمع بيننا وبين بعض من نفسنا كده الدقن ده بتاع الشفاعة يعني كل واحد كده يحاسب نفسه في الحتة دي النهارده انا عملت ايه في الشفاعة دي يعني انا بقرب بالشفاعة ولا بابعد مواقل اخلاق المعاملات العبادة هل انا بقرب من شفاعة النبي ولا انا برجع خطوات اه خلالك هازين الشفاعة فقول لما تيجي تقول لا استنى انا غلطت مبارح اوقت هعاقب نفسي النهارده هعمل حاجة هصوم النهارده هقوم بليله صلى رجعتين هقرى جزء او جزءين قرآن يعني بمعنى صح ادي نفسك ذا ادي نفسك ذا عشان يشفع لك صلى الله عليه وسلم فادي ادي امثلة لزي نحبه اخر حاجة ازاي نشوفه يعني فيه شيخ رحله ودي قصة الناس كلها تحب تسمحه احد المشيخ رحله احد الناس قال له نعايز اشوف النبي في المنام صلى الله عليه وسلم فاقول لي باسها بقى تمام هنكتب بقى عرق الشيبي ولك ايه وراء وقلم وكتب مع سيدة الكل فقال له قال له كل سمك ونام من غير ما تشرب حتشوفه فصاحبنا راح قال سمك طبعا معرفش نوع السمك ولا معمول ازاي الشيف حسن عشيف حسن با وقل لنا انت تعمل ازاي دي فلا نعرف نوع السمك ولا عمله ماشي ما نعرفش ففعلا قال سمك وروح نام فاش نزق نقاش الفجر قام من نوم جاري على شيخ صلى الفجر قال له يا شيخ ما شوفت انا ما انا شوفتش النبي انت بتحكي عليا قال له شوفت ايه في المنام قال له طول ما انا نايم لفت على قبار المية اللي في القرية كلها عايز اشرب نام عطشان فطول ما هونين بيحلم انه ايه عايز يشرب عايز يشرب عايز يشرب عايز يشرب فعمال يلف طول الحلم يروح بين المية ده يشرب عايز يشرب فقام عطشان جدا من نوم فقال له ايه قال له لو تعلق قلبك بالنبي كما تعلقت بشرب الماء لا رأيته لو انشغلت بيه كتير تشوفه عشان كده من ضمن الانشغال بيه كل يوم وانا هقول سؤال بيوجع شوية كام واحد فينا قرأ كتاب في سيرة النبي كلها صلى الله عليه وسلم من جلدة للجلدة نول مات ولد لحد ما مات آه مقصرين ننفعش احنا بنرى حاجات كتير الاولى النبي بقى صلى الله عليه وسلم مش عايز اقول لك اسمه لا اقرأ عشان تحس انت يعني اللي انا قلته انا قلته احساسي انما لما حضرك تقري وده يقرأ وهو تقرأ وهو يقرأ احساسنا اللي وصل ويا سلام بقى يعني انا عندي حاجة كده بعملها بقول يا رب تبقى شفيع عليها كل لما اقرى حاجة عن النبي صلى الله عليه وسلم او استعلم اروح كاتب كده احساسي لو انا مع النبي في الموقف ده فاروح كاتب لو انا موجود كنت زماني كذا وعملت كذا فقول يا رب خلي الحاجات دي تشفع لي عنده يعني دليل حب بقى ان انا حاول اكتهد في عملي وحاول اكتهد حتى في احساسي معايا صلى الله عليه وسلم اخيرا علشان يعني نحبه قوي احنا قلنا حاجات بسيطة وسهلة جدا جدا ولا فيها اي تعيدات خالص اقول لن سيدنا اناس ان احنا بدأنا به وعايزين برضو نخليه في اللي انا الحلقة الفقرة بيقول لما شاف واحد بعد النبي مات صلى الله عليه وسلم لقى شاب بيصلي ويصوم ونجح في شغله جدا فراح من اديله تعالى قال له سيدنا اناس والله لو رآك رسول الله لقى حبك والله لو كنت عايش ايامه كان هيحبك قوي انا عايز كل حد بيسمعنا دلوقتي ياخد الجملة دي ويسأل نفسه يا ترى لو النبي شافني دلوقتي هيحبني ولا لقى والفكرة طب انا اقفين في مكان كبير طب مش النابي جاي دا مثال يعني كلنا هنجر نسلم عليه بس الفكرة مش مين اواحد هنجر يسلم لا مين اول واحد النبي هيختاره يسلم عليه يا سلام صلى الله عليه السلام موه احنا عايزن كلنا نسلم عليه انا بدي المثال اهو هل اللي بيسبق والل النبي يختاره لا واللنبي بيختاره طب طب انا عايزين نبقى ده مش احنا عايزين في كل حاجة نبقى اول حاجة اه طيب اوه الشفاعة بقى عايز توقف كتير لحد ميجي دورك في الشفاعة ولا تيجي في الاول يعني تروح تدخل الجنة وتشوف بقى الاصر بتاعك وتتمشى فيه وتستمتع به ولا مستنيين بقى لسه نشوف لا عايزين دخلت الاول فخليك كده الى ورائك الرسول الله لأحبك اكتب ديه في القوضة عندك على الموبايل بتاعك على اللابتوب بتاعك وخليها قدام عينك هتلاحل واوي وبتزق تيجي تعمل حاجة وولك لو شفني النبي هيحبني طب ربنا بقى كمال مطلع يحبيني فانا عايز اجمع بين الاتنين ربنا بيحبيني ونبي بيحبيني صلى الله عليه وسلم عليه الصلاة والسلام معلمين يا استاذ مجدي سهام علو السلام عليكم وعليكم السلام الرحمة الله وبركاته ازايك يا مدام هالك ازايك حيبتي الحمد لله رب العالمين ازايك وانتو طيبين وحضرتك طيبة يا رب انا كنت عايز تكلم دكتور شريف فضل يا فاندم اهلا وسهلا ازاي حضرتك اهلا بيك يا فاندم اهلا وسهلا اه دكتور انا كنت عايزة كنت عايزة بس اقول لحضرتك ان انا شفت رؤية ونفس حضرتك تقوليها للا يبريت لك فضل يا فاندم اه هو انا كنت انا كنت شفت اه ان انا وقف انا وبناتي انا عندي دنتين وكنا قفين في بلكونة وبعدين اه انا ببص في السماء فلقيت ان السحابة اه فيها ضوء جوه فلما بحقق لقيت السحابة اتفتحت نصين وشفت زي انا ديل كبيرة بيضة اوي منورة ايضاءة جامدة كل السماء مليانة ما شاء الله وبعدين انا لما قلت لولادي ايه ده بصوا بصوا فاشافوا المنظر فاي الله يبنهم اتدمير اوي ما عرفش ايه المهم قلت لهم ايه يلا نجع ربنا ايش فينا احنا التلافة انا انا يعني وبناتي عندهم سكر فالمهم قلت اه بعينة كلنا يعني وكده وعادت بني داي قلت لهم بصوا انا هقول حاجة وزي ما قول قولوا وراي قالوا لي طيب فبقيت اقول تكبيرات العيد مم ما شاء الله وبعدين اه اول ما شفت خلصنا تكبيرات العيد لقيت فيه ان فيه اه جامع مدني في السماء فوق مم على شكل الالعب مم ومكتوب عليه اه سبحان الله والله افضل والله الا الله اللي هي التسبيح كلها مم طيب حابل التسلي بينا تاني يا سيام شكرا طيب دلوقتي هي طبعا بشرة حلوة دي هيا بشرة حلوة اه 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 الناس اصلا بتتفاعل بك اه بتبقى نعمة يا ربنا وكلامك والله العظيم يعني انت بتدينا كده طاقة اه اه ايجابية جمدة جدا طب حياتك اه اه خلصت احنا كده قلنا خمس خطوات تمام بسيطة اه عشان يعني ايه وممكن بقى في كل حلقة كده ناخد حتة اجتمعية حتة اخلاقية حتة دينية تقدينا زق يعني لان في النهاية اللي احنا قلناها محتاج الترجم على واقع فحنا ما اخد جزء جزء طيب احنا عشان يعني وقتنا اقرب يخلص اه شرح اسم الله الصمد اه احنا طبعا بقولنا هنعمل حلقة كابلة ليه او فقرة تهبت اجلها للحلقة الجاية اوكي اه نخليها للفقرة الجاية ليه لما اسم الله الصمد يكون كبير من اولها حاضر احنا بس نهضة الاستثناء علشان عشان المولد النبوي الشريف طب انا عايزة اسألك على حاجة اه اه في معنى الحديث من احصاها دخل الجنة اه هل المقصود باسم الله الحسنة نفيه ناس كتير قوي محترا فيها هل مقصود الحفظ ولا العدد تمام اه كلمة من احصاها في الحديث اه تفسيرها ثلاث كلمات واحد احصاها اي فهمها وعمل بها وحفظها اه اوكي يعني زي مثلا ما ربنا عز وجل يقول قد احصاهم وعدهم عدا على البشر هل ده معناه ان ربنا حفظهم بس لا ربنا يعلم ما بهم ربنا سبحانه وتعالى يحاسبهم عما فعلوه اذا يقصد من كلمة احصاها مش مطقها يعني واحد بيقول مثلا اه مأسور يعني واحد فيني واحد بيتفرج على الرأس ولكن لا ما صلى على النبي صلى الله مش ده في الساعة بيحصل او واحد يبقى مثلا بيسرق حد في بيعة بيبيع حاجة بيسرق فيها بقول له بيصلى على النبي كده احنا كسبنا اذا تخالف الذكر مع الفعل وده احنا مش عايزينه يعني ده بتقول كلام وده بيثمى النفاق قبر ومكتن عند الله ان تقولوا ما لا تفعلون اذا احنا يقصد الاحصاء هنا هو المعرفة وده احنا هنعمله ان شاء الله هنعرف الناس باسم الله الصمد اتنين العمل بما نعرفه لان اسماء الله وجدت للعبودية بيها يعني احنا طول حياتنا هنعبد ربنا بيها واضافة برضو يعني احنا قلنا عشان المعرفة العمل بها والحفظ يعني احنا معارفينها لان في بعض الاسماء مش صحيحة يعني الحديث المنتشر او الاغنية المنتشرة لا في بعض العلماء فيه ثلاث اسماء او اربعة مش من اسماء الله سبحانه وتعالى باجماع العلماء يعني او هناك طائفة كبيرة وانا في الاتجاه ده شوية ليست من اسماء الله وفيه اصلا اسماء ليست من 99 دول بس يعني في اسماء اخرى موجودة في القرآن كمان لأسماء الله سبحانه وتعالى من ضمن الاسماء اللي العلماء قالوا ان هي مش من اسماء الله واختلفوا عليها زي اسم الله الضار الله ليس ضار ده حتى لما ربنا بيبتلينا لان ده الخلينا فانما الضار كما يقول العلماء ان الضار هو ضار عشان بيدر لشيء في نفسه او في انا عشان اضر احد وبعدين النبي يقول لها ضرر ولا ضرار فكيف يقول لك ضرر ولا ضرار وربنا يبقى الضار حتى لو بنعذكره بالضر والنافع لا الله يبتلي لان احنا ناخد سواب وهرفعنا درجات وهنستحمل وبيقول لنا خلي بالكم من ذنوبكم فدي كلها حاجات انما الضار بس اللي الضار لا الله عز وجل لا يعني لا يبقى الضار حتى سيدنا ايوب رب اني مساني يا الضر مش انت ضرتني مساني يا الضر الضر اللي مساني فدي من بعض المفاهيم يعني زي كل مرة بابا عايز اقول لك مش عايزين نسيبك كلنا والله يا ربنا يكريمك كمان وكمان وتزيدنا كده من معرفتك وعلمك بالحاجات البسيطة الجميلة اللي انت بتصدرها للناس كل اللي انت قلته النهاردة ان الصلاة على النبي عليه الصلاة والسلام حاجات بسيطة جدا وحاجات سهلة جدا ممكن تعمل في اي وقت طبعا يا رب رب تلبيت وهي في المطبخ الله جميل توقع تقول وتستغفر نشغل الموبايل على صلاة على النبي شغالة وانا عمال اقول معها بزبط يعني اغنية حلوة من الصلاة على النبي وانا بأستلى بدا ما نسمع اغاني مهرجان انت بنا شكراك جدا بنا شكراك جدا يا سيد الشريف وإلى اللقاء في الحلقة القادمة ان شاء الله ان شاء الله وحنخصصها من اولها لإسم الله الله الصمن سبحانه وتعالى شكراك جدا اروح لحسبا